الله فعال لما يريد أصحيح الله لطيف بعبادي وليس الله بكاف عبده صحيح كل ده صحيح بس في نفس الوقت الله هو الله يفعل ما يشاء أمه إيه بقى الفرق ما بين حسن الظن والتوقع التوقع أنا لا أحدد لله سبحانه وتعالى لا الوقت ولا الكيفية ولا اللي أنا عايزه أيتحقق إزاي لكن حسن الرجاء أنا وحسن الظن أنا متأقن أن الله كريم وأن الله ودود أنا عرضت حاجاتي على الله وطلبت أنه يحققه وهو سيحققها في الوقت الذي يريد الذي هو أفضل من الوقت الذي أريد وعلى الهيئة التي يريد لأن الهيئة التي يريد هي الأسلم لقلبي ولحياتي ولصلتي به وعشان كده كتر التوقعات في التعامل مع الله يفتح علينا باب الوقوع ووقوع يعني إيه؟ اللي إحنا بنسميه كده في علوم الإدمان الانتكاس وساعتي يكسر الوقوع اللي هو السقوط في بئر الخطأ وإزاي أنا دايما بقول لأحبابي بقول لهم إيه؟ فمن توقع وقع اللي يتوقع يقع طب الحل هو إيه؟ إن أنت تحسن الظن بالله لأن المتوقع سيدي بيعمل إيه؟ بيفعل مع الله زي ما بيفعل مع أبوه ومع أصحابه ينتظر أنهما يكون يكون حنين عليه بالطريقة اللي هو عايزها والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولزاك إيه اللي حاصل؟ الله هو فعاله اللي ما يريد سبحانه ولزاك ما ينفعش إن أنت التعامل مع مولاك سبحانه وتعالى على إنه هو ما عندوش طريقة تانية يسعدني بيها غير الطريقة اللي أنا توقعتها ولزاك لو عمل أي شيء تاني وأعطاني شيء تاني لو غير احتياجي لو طيب قلبي من غير ما احتاج لده لو رقاني وأعطاني عطية معينة إيه لا يحصل أقول لا هو ما عمل ليش اللي أنا عايزه وإن كان هو وسع علي أوسع مما طلب ولذلك لابد إن احنا نكون فاهمين الكلام ده بشكل واضح طيب إيه الإجراءات اللي تساعدنا على إن احنا نكون عندنا حسن ظن في الله مش عايشين مع مولانا سبحانه وتعالى بالتوقع أول حاجة حسن التسليم وأول حاجة في حسن التسليم إن أنا أفهم أصل حقيقة الحياة إيه أصل حقيقة الحياة إن حياة مننا كلها مننا من الله وإن الحياة مش فيها نقص ده الحياة فيها منا وعطايا من الله سبحانه وتعالى كله عنده عطايا كله عنده حتى الشخص حتى الشخص اللي بيشتكي واللي متألم والموجوع هو صاحب عن ربنا أعطاه أعطاه حتى لو أعطاه الوجود بس وفيه حد ربنا خلق وأعطاه الوجود بس لا أعطى الوجود وأعطى الجسد وأعطاه أشياء كثيرة فإذا كان ربنا أعطانا كل ده حد فينا تفحت أمن ده محدش تفحت أمن ده يبقى بدل ربنا أعطانا كل ده يبقى إيه الحل يبقى نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى طب نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى يبقى تاني خطوة إيه نمشي بقى نمشي يعني نأخذ بالأسباب دوام الأخذ بالأسباب لا خد بالأسباب وأنت مستبشر يبقى تالة حاجة الاستبشار ربع حاجة ما ما حصلت أزمة ما حصل شيء سيء ما تجيش تقول بقى بدل حصل شيء سيء يبقى ربنا كرهني وربنا مش حبيبني وربنا بيغضع المعاوقات عندي عشان يعقبني الله لطيف بعبادي فكتب اللطف على كل شيء طب أعمل ايه عشان أتأكد ان أنا عايش في اللطف الله أستمر في العمل وأدوم عليه يبقى الاستمرار في العالم اللي هو رقم 4 ده ده دليل على فهمي لحسن معاملة الله دي وكمان ده بيدعم بيدعم بشكل كبير حسن الظن في الله حاجة الخامسة ان انت تشوف ان دوراني الايام والليالي وتغيراتها لا شيء إلا ان الله سبحانه وتعالى ينظر عليك فيها اللطف فلازم تبقى عايش وانت بتبص في حياتك كلها ترى اللطف الله ولذلك في حاجات بتتنشط ان انت ترى اللطف الله زي الحمد والشكر وكمان مناجات الله سبحانه وتعالى بتزود معرفتك باللطف ولذلك انت ممكن تقول لمولاك بتكلم مولاك سبحانه وتعالى وتنجيه وتقوله عن عن لطفه سبحانه وتعالى عن لطفه وجماله سبحانه وتعالى ولذلك تعالوا نبتدي بمناجال مع الله سبحانه وتعالى نكلمه فيها عن لطفه فنقول فيا رب اجعلنا نرى بنورك ونرى حياتنا من عندك يا نور دايما اطلب من الله سبحانه وتعالى انه ويجعل حياتي ويجعلني ارى حياتي بنوره سبحانه وتعالى يا رب العالمين اجعلنا على الدوام في نورك ولطفك وكرمك وودك اجعلنا يا رب العالمين نكون نرى انفسنا غريقين في مددك ومنك ومناتك يا رب العالمين واجعل يا ربنا كل ما اقتربنا من التوقع تفتح لنا بابا للرجاء وتفتح لنا بابا لحسن ظن فيك اجعلنا يا ربنا نرى الحياة بعين من حسن الظن وبعين من الرجاء برحمتك وجودك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين